هنى الاتحاد الأفريقي بحرارة باسترو ديو ماي فاي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في السنغال مرحبا في بيان بقبول الجميع بالنتائج وسيصبح فاي البالغ 44 عاما الرئيس الخامس للسنغال وهو أصغر رؤساء هذا البلد وأظهرت النتائج النهائية المؤقتة التي يبقى على المجلس الدستوري المصادقة عليها فوزا كبيرا لباسترو ديو ماي فاي من الدورة الأولى بحصوله على 54.28% من الأصوات متقدما بأشواط على مرشح السلطة أمادو بال الذي حصل على نسبة 35.79%